اشتركوا في القناة ايها اللبنانيين ما نزال نعيش حول المأساة التي ضربت لبنان هذه الكارثة التي اصابت اللبنانيين في الصميم والتي حصلت نتيجة فساد مزمن في السياسة والادارة والدولة قلت سابقا ان منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة لكن اكتشفت ان منظومة الفساد اكبر من الدولة وان الدولة مكبلة بهذه المنظومة ولا تستطيع مواجهتها او التخلص منها انفجر احد نماذج الفساد في مرفأ بيروت وحلت المصيب على لبنان لكن نماذج الفساد منتشرة في جغرافيا البلد والسياسية والادارية والخطر كبير جدا من مصائب اخرى مختبئة في عقول وعنابر كثيرة بحماية الطبقة التي تتحكم بمصير البلد وتهدد حياة الناس وتزور الحقائق وتعيش على الفتن وتتاجر بدماء الناس في ساعات التخلي التي تتكرر بحسب المصالح والاهواء والحسابات والارتهانات المتقلبة اليوم نحن امام مأساة كبرى وكان يفترض من كل القوى الحريصة على البلد وعلى مصالح الناس ان تتعاون من اجل تجاوز هذه المحنة بايام صمت حداد حدادا على ارواح الشهداء باحترام حزن الثكالة والاباء والاشقاء والايتام بمساعدة الناس ببلسمة جراحاتهم وتأمين سكن لهم ومساعدة الذين فقدوا مصادر ارزاقهم حجم المأساة اكبر من ان يوصف لكن البعض يعيش في زمن اخر لا يهمه من كل ما حصل الا تسجيل النقاط السياسية والخطابات الشعبوية الانتخابية وهدم ما بقي من مظاهر الدولة كان يفترض ان يخجلوا من انفسهم لان فسادهم انتج هذه المصيبة المخبأة منذ سبع سنوات والله اعلم كم من مصيبة يخبئون تحت عباءة فسادهم لكن هؤلاء اعتادوا التغيير في مواقفهم لتزوير الحقائق بينما المطلوب هو تغييرهم لانهم هم المأساة الحقيقية للشعب اللبناني نعم هم المأساة الحقيقية للشعب اللبناني غيروا وتبدلوا كثيرا في السابق في كل مرة تلوح فيها افاق التخلص من فسادهم هؤلاء لم يقرأوا جيدا ثورة اللبنانيين في 17-21-2019 تلك الثورة كانت ضدهم لكنهم لم يفهموها جيدا استمروا في ممارساتهم وحساباتهم وظنوا انهم يستطيعون تمييع مطالب اللبنانيين بالتغيير وبدولة عادلة وقوية وقضاء مستقل وبوقف الفساد والهدر والسرقات ووضع حد للسياسات المالية التي أفرخت خزينة الدولة وأهدرت ودائع الناس وأوقعت البلد تحت أعباء دين هائل تسبب بهذا الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي لكن المفارقة الأكبر أن هؤلاء وبعد أسابيع على تشكيل هذه الحكومة حاولوا رمي موبقاتهم عليها وتحميلها مسؤولية الانهيار والهدر والدين العام فعلا يليستحوا ماتوا لقد بذلت هذه الحكومة جهدا كبيرا لوضع خريطة طريق لإنقاذ البلد كل وزير في هذه الحكومة أعطى أقصى ما عنده لأننا حريصون على البلد وحريصون على مستقبله وعلى مستقبل أبنائنا فيه ليست لنا مصالح شخصية كل ما يهمنا هو إنقاذ البلد وقد تحملنا لأجل هذه المهمة الكثير من حملات التجني والاتهامات لكننا رفضنا استدراجنا إلى سجالات عقيمة لأننا كنا نريد العمل مع ذلك لم تتوقف الأبواق المسعورة عن محاولات تزوير الحقائق لحماية نفسها وتغطية ارتكاباتها حملنا مطلب اللبنانيين بالتغيير لكن بيننا وبين التغيير جدار سميك جداً وشائك جداً تحميه طبقة تقاوم بكل الأساليب الوسخة من أجل الاحتفاظ بمكاسبها ومواقعها وقدرتها على التحكم بالدولة قاتلنا بشراسة وشرف لكن هذه المعركة ليس فيها تكافؤ كنا وحدنا وكانوا مجتمعين ضدنا استعملوا كل أسلحتهم شوهوا الحقائق زوروا الوقائع أطلقوا الشائعات كذبوا على الناس ارتكبوا الكبائر والصغائر كانوا يعرفون أننا نشكل تهديداً لهم وأن نجاح هذه الحكومة يعني التغيير الحقيقي في هذه الطبقة التي حكمت دهراً حتى اختنق البلد من روائح روائح فسادها اليوم وصلنا إلى هنا إلى هذا الزلزال الذي ضرب البلد مع كل تداعياته الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والوطنية همنا الأول هو التعامل مع هذه التداعيات بالتوازي مع تحقيق سريع يحدد المسئوليات ولا تسقط فيه الكارثة بمرور الزمن نحن اليوم نحتكم إلى الناس إلى مطلبهم بمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة المختبئة منذ سبع سنوات إلى رغبتهم بالتغيير الحقيقي من دولة الفساد والهدر والسمسرات والسرقات إلى دولة القانون والعدالة والشفافية إلى دولة تحترم أبنائها أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء للوقوف مع الناس كي نخوض معركة التغيير معهم نريد أن نفتح الباب أمام الإنقاذ الوطني الذي يشارك اللبنانيون في صناعته لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة الله يحمي لبنان الله يحمي لبنان الله يحمي لبنان عشتهم وعشى لبنان